ما شاء الله انت اللي جابك هنا ايه كنت مفكر اني ما هطلعش من السجن اللي رميتيني فيه تمجي هلطان وانت خلاص رميت روحك في حضن الشيطان ايه الكلام اللي انت بتقول ايه ده نادية طمنت لها وزعب لها روحك معلش انتصلك معذور ما تعرفش ما عرفش ايه ريم هي اللي جاتها لتابوك هي دي الحجيجة مش معنى نادية ان فيه مشكلة بينك وبين ريم تقومي تيجي لحد هنا وتقولي كلمتين ما لهمش لازمة زي دول ومش لوحدة ازنتوا ليه مروان كان معا حسن لا حسن ولا مروان ليهم يد في جتل مهدي ام المين انا اللي كنت معاه انا وريم جتلنا بوك مرش 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 اوه تمام كده ايه ده لا انا زعلان منك جدا كنت فين بدري فين بدري انت غلطي بس انا عزرك الله ده انتزع لانه عليه بجدي بقى ده على أساس يعني أن أنت قاعدة هنا غصبا عنك بص بقى أنت لو خرجت من هنا أنا مش مسؤولة عن اللي هيحصل لك أصلي يوم منذ بيحصل حوادث كتير قوي ومحدش عارف مين اللي بيعملها طب اسمع بقى عشان أنا هجيب معاك ناهية أنا لما قابلتك قلت تمسك العصاية من النص عشان أنا كان في حاجة طبق على قلبي من ناحية آيلي عبد الحكيم فقلت يمكن أنت تبقى سكة وطريق جديد لي وصحي يعني أنت مش غلطة لأن أنا اللي وربت الباب بس أنا كمان اللي هقفله دلوقت طيب صحيح يا ريت تبقي تبقي اللغيني بالعزب بتاع بدري إمتى وفين عشان برضو أنا لازم أقوم بالواجب موسيقى 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 لا حال لو قلتلك ان انا مستغربة هتتضايق؟ ابدا والله هارف يا زينب انا كنت بفكر في حاجة عاجلة جدا ومجنونة في نفس الوقت ايه التناقض ده بقى ده خيلت ان الزمن رجح بي وافتكرت اول مكالمة تليفون بيني وبينك فكرها يا زينب ايه يا مروان طبعا فكرها يا بوي عارف المكالمة داي جلبت حياتي وغيرت فيها حاجات كتيرة جوي معقولة للسفير الجالة زيك كده يعني ايه مش فاهم يعني مشاعرهم مش في ايديهم عارف يا زينب انا مشاعري طول عمري في يدي وجافل عليها لكن اول ما شفتك مشاعري كلها بيجت في يدك طبعا انت عاوز الحق؟ اكيد طبعا انا جيت هنا وانا خايفة كنت حاسة ان الخفتة مش حيروح ولا ححس بالامان وانا الوحدي فاكر يا مروان لما قلت لك ماتزبنيش لوحدي انا كنت بقولها لابن عمي وما فكرتش لحظة وانا بقولها انا كنت صدقة فيها كنت عارفة متأكدا ان انت مش حتسبني وحتوقف الظهري مش عشان ام ابنك امال عشان ايه يا زينب؟ عشان كلمة واحدة بس لو انت فهمتها وحسيت بما عليها هتعرف انا ليه كنت ببعد وما كنتش عاوز اقرب الا لما تاخد قرارك كلمة ايه؟ انا انا بحبك يا مروان يا بول زينب بس يا مروان بس استنى يا زينب استنى لسه فيك كلام كتير بيننا اوه مروان ايه يا حباتي؟ مروان مالك مروان ماليا ماليا يا مسبتي بدري مالك يا بدري فيك ايه؟ اللي جارة ده؟ اللي جارة عصام كانوا عايزيني موتوني يا لهوي بس انا هربت منهم طب انا هكلم دكتور هكلم دكتور حال لا 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 دكتور لا ما ينفع ما تخافش انا عرف دكتور كويس ومش هيتكلم في اي حاجة خايف علي يا نحيمة يوه ده وقته ده هكلم دكتور الاول اه 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 مش حسينك عصام استنين انا حاج معاك عن اذنك مش هينفع يا جبري ليه؟ انا كمان عايز اشوف زينب يا حبيبتي الحكاية مش حكاية زينب حكاية نادية اه لا خلاص انا اعتبرتها ماتت من زمان انتي هو انتي بتعرف تنسي اوليها؟ انتي ما تنسيش ابدا خبريها كريمة مش اتفقنا خلاص يا ستي اتفقنا بس سيبيني امشي المراتي لا حدش ماشي كلامه عليها واصل يا رب عدمك ما بمشي كلامي عليكي بس يعني انا واصر الشر انتي ما بتققش نادية ونادية ما بتققش وما تنسيش يا جابريها انتي درتها وبعدين يا حبيبتي مش احنا اتفقنا نهدي الامور عشان الدنيا دي مش حلوة زيك كده يا حلوة لا انتي ما عايزاش تاخديني معك عشان خايفة على نادية وانا كمان ما صدقش اي حاجة هتقوليها الا لما شوفك بعاني هتقولي ايها وحتعملي ايها حريحك يا ستي اي حاجة هتحصل هحكهالك بالتفصيل الممالس يبينها مش بقى يا جابريها شعلا تغاي شعلا تغاي ها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة